من ضمن العادات السيئة الموجودة في مجتمعنا الطلاق المعلق باليمين يعني مثلا المدام بالمطبخة تطلق يام باب البيت وهي ما تدري جاء واحد خطار دقي الباب طلع ابو البيت سأل سؤال رات قضية قال لا تفضل السريح قال لو والله عندي شغل قال لا بالطلاق ألا تقعد المرة بالبيت جاءت خبيز جاءت حاجين جاءت تطبخ ما تدري بنت الحلال هي تطلقت يام الباب يام الباب تطلقت هاي مسارة الزواج والطلاق ما فيها يعني حتى بعض الفقهاء يخلض الله على بعض الفقهاء يقول لك هي مقيدة بالنية اما كثير من الفقهاء الأمة يقول لك خلاص جده جد وهزله جد ما يجوز هذا ابدا ما يجوز شنو هاي العادة جاهلية شنو هاي والله يحلف يا أمين والله بالطلاق ألا تقعد ألا تقعد ألا تقعد لاذا ما تقعد نطلق المرة وكم يوم يطلجها بالثلاث بالطلاق بالثلاث إذا ما تقعد ألا مدرك كذا وين هذا شنو هذا الكلام وبعضهم هو شاف لصديقة بمطعم أو كذا هذا يريد يدفع الحساب هذا يريد يدفع الحساب يقول له والله بالطلاق ألا أنا يدفع الحساب ويتمحنون وفي بعض الأحيان يعني مثلا الطرف الثاني هم يسوي بالطلاق هذا بالطلاق هذا بالطلاق واحد يدفع منه والحساب وهذا جل واقف على الباب مثلا ما قعد يعني على رأي بعض الفقاه هاي تطلقت المسكينة يعني المسكينة في بيتها وجاعدة ولا تدري يعني في بعض النساء في بعض الأماكن يطلقن في اليوم أربع خمس ست مرات وهنا ما يدرن ما يدرن أصلا تطلقن شنو هاي العادات السخيفة شنو هذه العادات المخالفة لشارع الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نترك هذه العادات ونتمسك بشارع الله